نواصل نشرتنا حيث تعرض المصور في قناة اسهيل الفضائية قيس محمد يوسف والصحفي أحمد زيد لإصابات بشضايا رصاص وقذائف أطلقتها ميليشيات الحوث والمخلوع على مناطق شرقي تعز وفاد مصدر ميداني أن المصور أصيب أثناء تغطيته في المواجهات الجارية في محيط البنك المركزي بالجبهة الشرقية للمدينة فيما أصيب الصحفي زيد بشضايا أحد القذائف التي تلقتها أو تلقيها ميليشيات الحوث والمخلوع على الأحياء السكنية شرق المدينة وتواصل الميليشيات الانقلابية استهداف الصحفيين والإعلاميين في تعز حيث قتلت أو قتل رصاص وقناصتها اثنين من الصحفيين هما محمد اليمني وأحمد الشيباني وأصيب عدد آخر من الصحفيين والإعلاميين خلال عامين من الحرب العدوانية التي يشنها الانقلابيون على المحافظة بينما نغطي في القبهة الشرقية ونصور تقدمات هناك في القبهة ظهر لنا أحد الحوثيين وراء مترس ويضرب علينا في السريع مما أتى إلى أصابته في اليد